الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح اختلف القراء رحمهم الله في هذه الآية فقرأ يعقوب والكسائي بكسر الميم من عمل وفتح الراء من غير وقرأ الباقون بفتح الميم وضم الراء إنه عمل غير صالح وقراءة الكسائي ويعقوب محمولة على أن يتجه فيها ضمير إنه إلى ابن نوح والمعنى إن ابن نوح عمل عملا غير صالح أما قراءة الجمهور فمحمولة على عدة أوجه أولها أن ضمير إنه متجه إلى سؤال نوح عليه السلام لربه عز وجل أن ينجي ابنه والمعنى إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح والثاني أنه متجه إلى ابن نوح عليه السلام وفي سياق الكلام محذوف والتقدير إنه ذو عمل غير صالح فحذفت ذو وقام الاسم عمل مقامها والثالث أنه متجه إلى قوله يا بني اركم معنا والمعنى إن كون ابنك وهو كافر معك في السفينة عمل غير صالح والرابع أنه متجه إلى سؤال نوح عليه السلام لما ليس له به علم والمعنى إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل غير صالح وهذا الموضع لم ير بعض علماء الوقف أثرا لاختلاف القراءات في منع الوقف عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك وقد أجاز السجاوندي الوقف على هذا الموضع في كلا القراءتين وكذلك أجازه الهمذاني رحمه الله غير أنه قواه في قراءة الكسائي ويعقوب على القراءة الأخرى وذهب ابن الأنباري وابن غلبون والداني إلى التفصيل في الوقف عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك فمنعوه لمن يقرأ بقراءة الكسائي ويعقوب إنه عمل غير صالح لأن الوقف في هذه القراءة تعود فيه الهاء من قوله إنه عمل على الهاء من قوله إنه ليس من أهلك فلا مسوغ لأن يفصل بينهما على سبيل الاختيار وهما متعلق أولهما بالآخر أما من قرأ بقراءة الجمهور إنه عمل غير صالح فله في وقفه على هذا الموضع وجهان الأول أن يحمل الضمير في قوله إنه عمل على سؤال نوح عليه السلام أن ينجي الله له ابنه أو على دعوته لابنه أن يركب معه فعلى هذين الوجهين يكون الوقف سائغا عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك والثاني أن يحمل الضمير في قوله إنه عمل على أن في الكلام محذوفا والتقدير إنه ذو عمل غير صالح فعلى هذا الوجه لا يقف من يقرأ بقراءة الجمهور عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك لألا يفصل بذلك تعلق الجملتين ببعضهما كما هو حال القارئ للكسائي ويعقوب وقد وافقهم النحاس في منع الوقف على قراءة الكسائي ويعقوب لكنه ذهب إلى جوازه في قراءة الجمهور غير مقيد بتقدير أما العماني فرأت تفريق بين القراءتين اعتبارا صالحا لا بأس به في تقدير قراءة الجمهور بعود الضمير إنه على سؤال نوح عليه السلام لكنه رجح أن تكون القراءتان بمنزلة واحدة يوقف في ثنتيهما عند قول الله تعالى إنه ليس من أهلك وعلّل استواء القراءتين في الوقف بأن الجملة استئنافية في كل الأوجه ومنقضعة مما قبلها وبأن الضمير في قوله تعالى إنه عمل عائد على ابن نوح عليه السلام في الوجهين فعوده عليه في قراءة الكسائي ويعقوب واضح أما قراءة الجمهور فقال إن الصفة فيها وهي قوله تعالى عمل غير صالح قامت مقام الموصوف وهو ابن نوح عليه السلام فكأنه قال عمل غير صالح ولا فرق إذا بين القراءتين وجعل الجعبري رحمه الله الوقف متجاذبا وهو في قراءة الجمهور آكد عنده من بقية القراءات والأوجه وحاصل أقوال العلماء في الوقف عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك يتلخص في الآتي منع الوقف لمن يقرأ للكسائي ويعقوب وجوازه في قراءة الجمهور بشرط ألا يعود الضمير فيها على ابن نوح عليه السلام منع الوقف في قراءة الكسائي ويعقوب وجوازه في قراءة الباقين مطلقا دون اشتراط تقدير معين جواز الوقف في القراءتين دون تفريق بينهما وجوازه في القراءتين مع اعتباره أقوى وآكد في قراءة الجمهور والذي يترجح من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب إليه ابن الأنباري وابن غلبون والداني من التفصيل في حكم الوقف عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك أما ما ذهب إليه العماني من استواء القراءتين فهو صحيح لكن في وجه واحد من أوجه تقدير قراءة الجمهور وهو الذي يعود فيه الضمير على ابن نوح عليه السلام بمعنى إنه ذو عمل غير صالح أما الوجهان الآخران الذان فرق بهم العلماء بين القراءتين في المعنى فلا صلة بينهما وبين صدر الآية وهذا ما سوغ الوقف عليهما لتمام الانقطاع وعدم الجهة الجامعة فأول الآية حديث عن ابن نوح عليه السلام وآخرها حديث عن أمر نوح عليه السلام ابنه أن يركب معه أو عن سؤاله لله تعالى أن ينجي ابنه من الطوفان والله تعالى أعلم اشتركوا في القناة